تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية ناجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مصاري ترسيخ دعام دموقراطية في دولة ناجيريا الشقيقة يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينيوبو الرئيس المنتخب لجمهورية ناجيريا الاتحادية وتمنيا له التوفيق ولشعب النيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء